موسيقى سعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات حلقة جديدة من كلام اليوم في النسخة السابعة من زد رصيدك كل ما مرت الأيام حمي الوطيس البرنامج في وادي والمطبخ والسجن أو التوقيف في وادي آخر الآن عندنا برنامجين برنامج المطبخ والسجن أو التوقيف وعندنا برنامج آخر خاص بالمتسابقين برنامج المطبخ عندنا في محورين محور مذيع غاب سج زين المتسابقين وشيف جاب العيد والتوقيف قصة تعرفها الجميع اسمحوا لي بداي أرحب النقاط دائمين حاتم الشهري وعلي الغامدي ومنصور القرني مرحبا منصور الله يسلمك وطول عمرك وحياكم الله الشاب جميعا ومبروك الدفايات هذه عجبتني والله شايف جديدة هذه كانت جد ستة بس يبدو لي أنه وجودها الهواء قوية شغال على البارد والحار أنا ما ديني أنت حاس كده؟ والله حاس أنها ديكور ديكور صح يضفي للوكيش من الكتاب حقك حق النكت ما صار كتاب تغريدات يا كل حاتم أهلا وسهلا يا مرحبا وأرحب بنفسي وأرحب بك هذا جلد أو الأماع عشان نعرف بريد لا هذا شيء لا يوجد وليس له مثيل شيء لا يوجد؟ أول أسمع أول نسخة وآخر نسخة مثلي أنا حبا وحيد أسمع أنا آخر حبا من طبقة النبلاء وأنا مختطف في هذا الكون أنا مفروض أرجع إلى كوكب المشتري المكان الذي يناسبني لكن الآن أنا يعني الخياط عندما وضع يده قطعت يده ومات قطعت يده وما في إلا آخر حبا وبقي أنك تناولت هذا من الخياط بمشقة وجهة الحمد لله عشان تكون الصورة للمشاهد صورة تبهج العين ليست صورة رديئة وصورة يغني على ليلى أبا علي أسأل الله أن يرده إلينا ردا جميلة أبو علي صراحة إلينا باعتباري أننا الحق نعم بلا شك عجبتني الدعوة دي يرده إلينا حياك الله علي الله يحييك يبنيك ومن هالمنطلق أنا أتبرع لسان حاتم الشهري بمكوك فضائي يذهبك إلى إلى أهلي إلى أهلك في المشتري الستر الفضائية جاهز نعم والستر الفضائية نحط لك سطونة غاز من ديلي هنا ونتروح لها لك إن شاء الله لأنني أحس بغربة جداً حاتم حاتم أنا عندي فكرة أبداعية نعم تفضل المتسابقين دشنوا كل شي شفت ليش ما ندشنك للفضاء ها يا أخوان خلاص بكرة وبعد بكرة شفونا حفل تدشين ويجيبوا كيكة مروك نقسيم على شك على شك صاروخ كلا أسمع وندشن حاتم لا لا نوديه بحركة داخل الثاني يقولون أقرب منطقة من السماء هنا ايه عمودي على طول وعلى طول بسم الله أنا أكشف لكم سر من أسران هات سر أنا كنت بشارك صراحة في رحلة 2020 اللي بيرعون للفضائي ولا عادي يرجعون عرفت بس ماش كان عندهم مقيس مقيس خاصة بالوزن ايه يعني فهم وندير قالوا أسمع أنا أنت يبغى لك سفينة فضائية يوم وإيجاب الله ليش تبغى تروح معاً ترجعين أعطيت في هذا الكون بما فيه الكفاية أنا أخشى أن المطبخ والتوقيف سببوا لك أزمة وغرضت أن تغادر الكوكب مليت منكم اه عرفت وأكيد أنكم ما مليتوا مني لكن أنا أشوف أنه الأكسل حاتم أسمع الكائنات الفضائية تنتظر مني العطاء والإداء قالوا يبغى لك سفينة وأسمع وهم ينتظرون أن يعود لهم هم يحسبون أربعين يوم بس ماشي طالت المدة ولكن بإذن الله بإذن الله أنا سأعود إلى هناك وأنا ترى أبكي أحياناً أحن إليهم إذا شفت شيء شهاب شيء ما شيئات يذكرني بأيام الطفولة يوم كنت هناك الله يحفظك ردك له لكن مش تريد أنا أتوقع هذه الأوزال عندكم أنا هناك ترى ولا شيء يقول وش دس خيب ده لأن أبو حور سأل شاعر كبير شاعر عيافي أم السؤال قال له وش رايك بالي يقول قصيدة ما دريش بعدك غدية أنا نحيل ما تدري يا أبو حور أني حاتم الشهري كاتب في كتاب ليته يعلم ليته يعلم أني أصبحت وبعده كعودي الخيزران لو هبت الصبا لحملتني معها تصدق أبو حور هذا أبو حور أبو حور تعال تعال تخلني يقول تعال سبحان الله جاء أذيب عن طريق أبو حور أنت أمس تسأل شاعر عيافي تقول له وش رايك بالي يقول بعدك غديت أنا مدري طيب اي طيب اي طيب اي طيب بحاتم الشهري في كتابة ليته يعلم كاتب يقول ليته يعلم أني أصبحت بعده نحيلا حتى لو هبت الصبا لحملتني معها والله العظيم ما لهم الصحة شيء وهذا شيء لكن هذا خيال لكن بسم الله عليه مستحيل هذا الشخص يتغير بسم الله وما جاء الله لا مستحيل الصبا تعملها يقول أنا أنا حيل ايه اكبر حالك اكبر حالك طيب الله بجيك طيب يا أخوان طبعا خاصم 300 ما زي اللهب زي اللهب على الدخول هنا يا أخوان طبعا حنا نحاول نسلي بعضنا عن موضوع المشاكل المطبخ ومشاكل التوقيف ونحاول نخرج من هذه المشكلات منصور هل ترى أن خروجنا هذا مقنع؟ أو نرجع للحياة هنا ونعائش الوابع كما هو والله يا أخي أنا فقدت الأمل لكن اللي يقول إذا في تفاحة خربانها في الكرتون تخرب التفاح كلها الحين خرب مرجان هو يعني تأثب نبو علي كان مرجان مضرب المثل والآن مرجان ما دروش مربع منه مكعب يعني خلصت فقرة اليوم والمكعب بتخاصمه المربع هو له ستة روس ولا دلالة روس والله فالله يعني فالله يعني الرياضيات سمعتن في مشرف تربوي يعرف عالي اليوم انجلط قال ستة منصور تربوي ستة عش دقيقة ايه ربع الساعة قال أجاوبك فجأة دقيقة الآن في قسم التغذية بدأ قلبرة غداية مشاكل من جلط بل كيف مربع طيب هش قال مو بستة روس ستة أرقص هي قال أوجههم مدري أرقص طبعا هذا قال ابوه مكعب له زوايا مكعب له زوايا مكعب له زوايا الخط الوحيد اللي ما عنده زوايا والدائرة عرفت كيف؟ هو يقول ابوه مكعب له زوايا يعني مكعب ماله زوايا لا أنا اليوم العصر أنا اليوم العصر شكيتني درس الرياضيات ولا درس يعني في تغرس قانت يعني مهلثات ولا درس جبر ولا درس الموضوع في خوف في تغرس رجع قال الموضوع في النواء أنا جاي إزا درسي ذلك دكسف ورجال جاي يعني أخو أحباء أنا مدرسي الرياضيات رقبت طلابكم شفتوا كيف ممعرفين الفرق بين المستطيل ومثلث المربع والمكعب لا تدري شي قولتك يحلفون يا ولد يا أنشتاي النهقام ها ولد قال ليش تغير الشيء من بعد اللي قالي لزفعي إنسان ولا درس في المعام لا تدري سوا إيش بكم يا ربي وإيش بكم غيرتوا في القوانين وإيش بكم وإيش الكلام هذا قلنا يا ابن الحلال مرجان مسح وجيهنا وابو عالي وأنت أعرف عوّد أرقض يا رجال قال لي ثلاثمائة سنة مدري لا قل لك يا حاتم و ركدري حي قال يا ابن الحلال إيش أنت غيرتوا مكعبات ما هذا ما عاد تعرفون يا عيب العيب وأنا اللي قد خلت علمي في الكتب وكذا قلنا يا رجال الناس ما عاد تقرأ ويسوي أمسحة في وجيهنا وعليك وجه الله ما عاد تقوم تراك بتشوف طوام من أكثر إلى نايد البرنامج ومذلك عذار طال عمرك يا أخي مرجان يوم ما عرف غازي قال مرجان ما شاء الله مدرسه ما تعلم ما لدخل ما لدخل والله ما لدخل طيب طيب يا أخوان إبراهيم السويلي ومصة المرحلة من اللي عرفت يعني تعرفون الولد المشاغب يسوي كل شيء يسوي كل شيء اليوم غاب يا أخوان يا أخوان يقول يقول يمه ما في ترسل ما في ترسل اليوم والله شيء بنرسل والله الموضوع مره مزري وأذكرني سجلي فويس إنه الوالد دقني من بيتهم تقول يا إبراهيم أي خير يا أولادي فكنا من المشاكل مع كلام اليوم فكنا من المشاكل ما عد لنا ذي كلها أضبط مورك في الحلقة بس أيضا لم يسمع لي ملاحظة أمه الصوتية لا يفسر لك نعم وأسمع لي ملاحظة الصوتية لكن اسمعني إبراهيم أحكذا يعيد لك ملاحظة الصوتية حق أتوالدتك واسمع كلام أمك أنك لازم تحضر أنا أتمنى أنه اليوم يداخل معنا أبراهيم السويلم وأبو علي ومرجان الثلاثة لا أبو علي أهم شيء لا يقفى الخط في وجهنا الثلاثة الثلاثة هم يقول القدر لما يركضل على ثلاث لازم الثلاثة اليوم يكونون جاهزين عندنا ونحل مشكلة المطبخ وقدر المطبخ هذا اللي يعيه ينحل لا عشان فمتى ما جهز معنا؟ أبراهيم السويلم أول أبراهيم معنا؟ لا متى ما جهز معنا؟ أبدا نوضح المكعب اللي قاله اليوم اللي قال مرجان مربع مربع بينهم وصل ما هو مو بوصل واربح الله أحفظك مكعب قال أبغى مكعب واضح مو مربع مربع ووصل بينه وضح للشباب أول شيء المكعب له كم رأس وكم زاوية وكم ضلع وكم وجه له قرابة ستة أوجه مقبضة 1 2 3 4 6 6 تراجح مكعب مكعب وله ثمان رؤوس كم ضلع لها أيضا يا لازم نشرح الشباب الموضوع مرة مزيح ربا ما يكون والله الموضوع مرة مزيح قرابة الفرق بين الرأس والزاوية قرابة ٥٠ كيلة لا 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 استوحيتم الله إحفظك فهمني الفرق في المكعب بين الرأس والزاوية الزاوية عندما تكون في وجه المكعب المكعب في وجه مربع هذه الزاوية الرأس عنده تلاقي ثلاثة أضلع اسمع لي يا شيخ شف يا أخواني الطلاب هذا الشكل كده هذا اسمه دائرة هذا الشكل اسمه شكل أسطواني شميل هذا شكل أسطواني هذا المكعب حلو هذا الشكل هذا اسمه مربع جيد هذا مربع واضح كده في الصورة جميل هذا الشكل كله اسمه مكعب حلو لما اقول لك رسم مكعب سو مكعب لازم تسوي لي مكعب يعني المكعب في 12 ظل في 6 توجه في كم زاوية في 8 زاوية الزواية 8 زاوية 8 زاوية 12 ظلع 6 أوجه مكعب مكعب حاطونا مقطع خلنشوف سالفة الزواية 24 زاوية ابني اقوى واكبر مكعب الله 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 مكعب وفي زوايات يا أخي وهذا كيف لا هذا مفي زوايات وش هذا ممكعب ده؟ لا ممكعب المكعب وش يقرب للمعين اخو المعين علم ان لي تبي الشكل وانا سويله انا بمكعب وهذا مكعب المستطيل هو مكعب هذا مستطيل هذا كويس كده بستة طيب هذا مكعب اه؟ هذا مكعب اخ مكعب الرصيد كم؟ انت بمكعب وقف الوقت امتى الوقت اربع شوف مربع بعدين تسوي مربع ثاني واربطهم مع بعض ما قلت انك كده انت طيب هذا هو المكعب يا جباب انت ما قلت انك كده انت الوقت انا قيل لكم مكعب طيب اعطيكم بعض اساسيات اللعب واصلح لكم اللعبة واعلمكم واخذ الدرجات انا واروح لا 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 علص المكعب وش مستطيل وش انت ترجم ارجع تأكد بالمكعب كيف وتعال حتتكلم بعي سلام عليك اليوم بقيت تعرف اليوم بقيت تلعب اليوم الوقت ما قاعد لي انا مسادح لي الحمد لله اني ما ظلمتكم بيض الله وايج الحمد لله شاهدين ما ظلمتكم الحمد لله بيض الله وايج بس يسعف لي بسك بسام الوقت قلت انتها من اول بس هذا عشان اثبتلكم واقنعلكم وابينلكم ان هذا اللعبة وانتوا بتقولون انا ظلمتكم يعطيكم بالعافية شكرا لكم اقول انا ما نبطل علب رصيد والله قلت قل على الناس قد اخرج بالامور كلها بيض الله وايجه خلاص اعطانا رصيد كم لي والرفيقي انا ما اعطيتك لا تقوني حاجة وقلت لا تقول شيء ولا ما قلت ترى فيه ناس تابع انا ما بهم يضرورك ادعون عليك لا تجي حاجة اللي انت قد لا 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 انا اوهر لا لا انا اوهر لا تجي شيء اللي انت قده والان عطنا الرصيد وانا اخو كيف تجي مكعب وأنا ستة اضيح ستة اوجة ثباري اضبال شو شو ما قلت لي مكعب من اربع مربعات اه من اربع جهات قلت لي مكعب بزوايا بس غازي دائما يجيني من الرفز ونرفز تو عندي في السجن الله فيه الله فيه الله يهديك يا مرجان ليش قلت يا مرجان مكعب أوجوه ما قلت مكعب بزوايا قلت زوايا ليش قلت يا مرجان الله يهديك من معي سلام علیکم سلام ورحمة الله كيف حالك بشير؟ غازي الديابي وعبدالله جليغم مرحب ومسهلة هياك ملوح مسع على الناقدين اللي عندك كلهم هياك الله أبقل كلامي بشوك والله العظيم ما قصد فيه قطع رزق أحد عنيش تتكلم؟ لأن الرجال يقول قطع على عناق ولا قطع على عناق عنيش تتكلم بس يا عشان شوف المطبخ خلاص لعبة مكشوفة النبو علي يتعمد الأخطاء عشان يحرك المنشن عنده في كلام اليوم أول ما قدر يحاجني قل روح يكلم كلام اليوم خلاص الإنسان يتعلم مع النقد هذا الإنسان كذا حاطه في راسي عمد لأنه ما في عقوبة راد عليه أنت تعتقد أن أبو علي يحتاج العقوبة؟ أي والله يحتاج عقوبة طيب عاقب أبو كاتم ومنع ثلاثة أيام على البث بس الرجال يبغوا منشن يتحرك يبغى شو؟ يبغى كلام اليوم يتكلمون فيه يعني تعتقد أن أبو علي هدفه من هذه الأشياء كلها موضوع إعلامي وإثارة أي والله طيب هذا رأيك غازي وابو علي لحق الرد في الموضوع ذلك هذا الموضوع الأول موضوع الثاني؟ الموضوع الثاني مرجال أنا ما قصت أقطع رزقه ولكن رحم الله أمرين عرف قدر نفسه أنا ليش أجي في المكان الليماني يقده؟ أجي الفقه أنا مقدم أجي أعرف كل أمور فقرتي أعرف وش أقول وش أتكلم فيه الرجال يأخذ من الاربيز ذا ما يعرف حتى يرد علينا مكعب مربع متوازي ظلاع ما يدري بس غازي غازي حبيبي والله أبو شاق أن يقول ستة أضلع بعدين آخر شي قل ستة أوجه يا غازي غازي هو لما قال لك مكعب شفت لو أخطى في الأوجه هو مكعب مكعب هذا شيء نعرفه من الأطفال اللي لعبون فيه هم صغر في سرتين وسنة نصف تجيب لهم مكعبات يركبونها فمكعب واضح قال لك شدت أوجه سبع وجه ما غشك في المكعب لا أصبر يا غازي هو جاء قال لك اصنع لي مكعب أنت قلت له من كم كورة قال لك منها كلها من نصها ما يهمني أصنع مكعب بعدين أنت يا غازي مو بول واحد لا قلت ستة أضلع يا غازي 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 لو قلت إصنع لي غازي غازي يوم قلت لك ستة أضلع يا غازي يوم قلت لك مكعب ستة أضلع مستاز أنت شكلت شكل مكعب كيف اعتقدت فيه شكل مكعب جديد قلت قلت اعتقدت فيه الغرس أخرجه من قبره وبعثه على هيئة مجرم هذا اللي مجللني قلت ما فيه مكعب ستة أضلع أي إذن ليش ما سويت مكعب يعني سؤال يا غازي 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 كلام غير منطقي الرجال ما عرف كاركتره هل هو يضحك ممتاز ممتاز إذن غازي رجل يعرف المكعب اللي له ستة أوجه وثمان أضلع وعفوان اثناث عشر ضلع وثمان رؤوس واربع عشرين زاوية يعرف هذه جاء مرجان قال له يا غازي سو مكعب بس ستة أضلع راح غازي صنع مستطيل يعقل هذا قال لي كل الكور وش يسوي بس في نهاية لما قال لك كذا راح تسويد مستطيل كل الكور يا غازي 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 حبيبي صباح الخير أول شي في أن أفرد أن الرجل أخطى بتوصيل معلومة كم ضلع في المكعب وكم زاوية تمام بس ما هو مبرر أنه لا ما وضح للمعلومة كاملة هو قال لك مكعب وعطاك يا بالبلد يا غازي بالبلد قال سولي مربع مربع ووصل بينه والله ما فهمنا عليه يقول سو مربع سو مربع وصل هاي هو مكعب مكعب وجهين في البداية قال لك في البداية قال لك مكعب وما جد سالفة ستة رؤوس لا في الأخير نتفق معك أن مرجان غلط في كلامه ستة رؤوس لكن ما جد سالفة ستة رؤوس طيب فأقول لك حاجة يوم قال في الأخير ها غازي يوم قال ما أقدر أشتغل يشل مرجان على الرجل إلا إلا عبدالله قلت عجز المال ونسدحت السرير طول الفقرة أنت مستح السرير هل ما قلت هل بصورة عبدالله خل عبدالله يخلص خلنا نخلص من غازي بنزيك عبدالله عبدالله طول الفقرة ونسدحت السرير يوم وعلينات النتيجة قمت أسلم يا عبدالله منصده خلنا نتكلم طيب سوات شيئين وشل مرجان على الرجلها فوق أيوا وبعدين قال عجزان أنت بتكلم غازي يا أخي بيديك بيديك سام غازي 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 عشان الله قاطع أخوي الكلام هذا الكلام هذا اللي كان مسدحت السريري وشل مرجع على رجله أيوا وقال عجزان ما يبغال أقول منه تترف نفسك منصور 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 عبدالله تسمحني عبدالله تسمحني منصور خنخلص غازي خنخلص غازي خنخلص غازي غازي المكعب مثل ما ذكرها أنا واضح ما يبغالك جدليات طيب ثاني شانية غازي يعني شوف مهما كنت زعلان مهما أنت كنت كده والله ماني زعلان على مرجال لا 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 صدر منك الفاضي اليوم ما يدين أن تطلع العلمين اليوم كنت يقول يا أبو علي فرنك خايص هادك إعلامي هالي اللفظة مفروض ما تخرج منك طيب الرجال قال أنت تكذف علي أنا أنا معرفتي بغازي عرقت كيف أنه أكبر من هذا الشي طيب أنا أنت نرفز وإن إنسان يعرف له الخطأ والصور إذا أنت تنرفز يا غازي ما هو يا جماعة خلاص غازي تنرفز خلوه يقول اللي يقول طيب هذا يلاسف فيها طيب أنا أسألك عن ثانية وهذا العهد بك يا غازي طيب طبعا الاعتدار هذا نفروض يكون لأبو علي عندي لقطة ثانية يا أبو شوت عندي لقطة ثانية غازي مستطيل ورب الكعبة قال قال المستطيل بس سوه من تحت طيب لو إذا خطأ قولي خطأ من البداية سويته من تحت وازيت بين الفوق ولي تحت قال لي أخذي سفتر بس قال لا أنا قلت لك مكعب طيب لماذا تقول لي يعني ما يدري بس غازي 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 المسابقة لما دخلت ما قال لك مكعب سوه مكعب صح؟ طيب أنت يا غازي قلت له من كم كورة قال لك لو تبي من كل الكور أنت حر طيب أصبر قال لك أنت حر كورتين أربعة ستة أنت حر قال لي كل الكورة قال لك اللي تبي إلين قلت له أنت أكثر قلت له قال لك اللي تبي قال لك كل الكورة قلت له عشان نكون على علم آضح قل لي كم قال كل الكورة ما يفرق يا اسمع غازي أنا أقدر أسوي مكعب صغير وأقدر أسوي مكعب كبير أوبوشوك أنا أخطيت في المكعب وطلعت مستطيل طيب إيش قال لي صح وصوه من تحت بقلك من تحت ما قال لك صح لا لا أصرح أنا أقول لك إيش قال لك تعف إيش قال لك إيه أنت قلت له هذا مكعب قال لك هذا مكعب هذا مستطيل ورب الكعبة قال باقي لك من تحت وازل من تحت واضل يطلع صح ورب الكعبة قال لك كده طيب أصبر علي أعنينا ليش أكثب الكاميرات كلها عني يا غازي غازي ما تكذب تنسى يا غازي تنسى صدق يا هاني يا غازي قال لك أنه حتى مستطيل لك من مضبوط في ضلع زائل قال لك ضلع ما يسوي وصويته وصويته جدا 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 معك ومع المتسابقين اللي جاسين وجيرون جماهريتهم لكسب مكاسف البرنامج شوف غازي مهما صار في البرنامج ومهما صارت مشاكل وإشكاليات في النهاية هذه نقاط مسابقة وممكن تكون مظلوم فيها وممكن تكون ظالم فيها بس ما في أي سبب يدعوك أن تجير الجماهية ضد شخص أجير كثيرا كأن تقول قل ترى فيه ناس بره تتابع ما ودي يضرونك أمرجان ما ودي يدعوك يعني قلت قدها جمهوري قوي أسمر هذه الكلمة قيلت بالنص أنت قلت بالنص يبعدك انجاوب أنت قلت بالنص يا مرجان هنا فيه ناس تتابع برا ما ودي يضرونك فيه ناس التتابع برا ما ودي يضرونك يدعون عليك بمعنى أنا غازي الديابي أملك جماهيرية عالية جدا ترى جمهوري بيحرك في المنشن جمهوري بيقلب ليلك نهار يا مرجان عشان جمهوري كبير ثانا مومت سابق عادي امتبه يا مرجان تخطي عليه وامتبه يا مرجان تتعامل معي بالطريقة دي يا مرجان رجلي درجاتي الاسدوب هذا غلط طيب خلصت عاطني رعيك عاطني مجالط والله العليا العظيم ومقصدي بالكلام ذاه شيء اللي تقصدانت أنا قصدي أن الناس اللي تعبوا ودفعوا فلوس واخسروا ويتابعون ومتشفقين على أن يأخذ الأول متشفقين ولا يضرونك؟ ما هو قصداني؟ متشفقين ولا يضرونك؟ في فرق؟ يا غازي غازي ما هو قصداني غازي غازي يدافع عندك يضر غيرك؟ لا لا مشكلة دقيقة دقيقة يضر مرجان يا مصر اسبر هل الجمهور اللي يحبك بيضر مرجان؟ ما يضره أنا ما قلت يضره أنا ما قلت يضره لا لا مرتابق رح يدعون عليكämä محبين يخاف يدعون عليك بس يضرونك يدعون عليك طيب يمتاز يعني بمعنى بمعنى حين حيالي90 وال snoéro لا لا حبيبي بمعنى حين اسمحيmakers button بمعنى يا غازي بمعنى اصمر يا ما قلت Nike على نفسك يا غازي بمعنى لش تفسر انت على المعنى ذاه مفر فاهاني هذا الجمهور اصبر بمعنى جمهوري راح يدعي عليك انا جمهور يا غازي ايش افهم لما النجم حقي في البرنامج يقول ترا في ناس الحين يتابعون بيتحسبون عليك ويدعون عليك انا يا جمهور تبغاني يقول الله يسامحكي برجاء اقسم بيات الله عن قصدي ما اغلنا سدعون عليك انا ما سالتك عن قصدك اقسم بالله ان قصدي ما اغلنا سدعون عليك طيب واضح غازي بس غازي الفكرة هذه مو بجيدة انه تستخدم في برنامج يعني مو بحلوة اقول لك يا غازي ترانا جمهوري يتابعني ومو بحلوة يدعون عليك مي حلوة جيد والله العظيم ما جمهوري غازي تعلق تعليق اخير ورب الكعم ما قصدي فيه شيء غازي في النهاية خطأ ان تستخدم مالكة من جماهيرية لتحذير شخص من فعل ما يجوز حنا مبتدين في الاعلام ويجوز اني اخطيت ويجوز اني ركبت له اقصد بني ازيل ومن نصف في النهاية غازي وش طالب من مرجال اطانب درجاتي والله هذا الشيء اللي اطانب غازي غازي هل صنعت مكعبا ايوا السؤال مطروح هاني السؤال الاول يا غازي يا بو شوق اذا انا ما فهمت مقصده وصويت مستطيل وقلعت لا 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 غازي ليش يقولي خطب عني ما علي غازي نرجع الى اول سؤال لما بديتوا في السجن ليش اول حاجة ما عملتها سويت مكعب ليش ما سويت مكعب من البداية ما فهمت مقصده والله ما فهمت مقصده مكعب انت ما تفهم المكعب انا ما فهمت مقصده هو قال مكعب خلاص خلاص غازي غازي خلا يا كامل غازي ارجو قال مكعب انت ما فهمت مكعب غازي غازي ليش تخليني يكمل وتقول سوكنا غازي غازي هو غازي عن ليش خلاك يتكمل لانه هو مشرف مسابقة ما يعد عليك زيه وعلي خليك تطمخ خلط ما ندخل هو يعطيك المسابقة وخليك تمشي فيه اذا انتهت بخييف اصبر يا غازي مرجان جاك قال لك سو مكعب صح ايوه ممتاز اصبر يا غازي انت راح عن بالك شكل المكعب فسويت مستطيل طيب فجاك مرجان قال لك حتى مستطيل لك مكويس عدله من وراء صح ورح تعدلته لا قال لي قلت هذا صح قال شوفوه قال لا بس بقي لك من تحت طيب هذا اللي قال طيب ممتاز لما قال بقي لك من تحت معناها يجب أن يعطيك درجة كاملة ما قال هذا صح واجه بمعناته يقول خطأ كله ممتاز واضحة فكرتك وفكرة مرجان واضحة ومرجان طلب منك مكعب انت صلعت مستطيل لما صلعت مستطيل قال لك مرجان المستطيل خطأ عدله فلما عدلته تطلب أن تكون لك الدرجة كاملة صح صح يا غازي ايش معناك معنات يا مشاك جايرت الكلام لا ما جايرت الكلام غازي ايش معنات معنات ليش يا مرجان تغشيشني غلط اه كان يمغشيشني صح طيب غازي غازي معنات وجم شكرا غازي غازي شكرا شكرا أسمع أسمع غازي عفون 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 غازي غازي لا غازي أسمع غازي تم تمشيغغازي مش لك الحرية عندي عفون يا пример خلاص تم تمشي عائي ها استمع غازي غازي يا حبيبي ركز معي وارسين علي اسمع لي بس ما وضيح فكرة انت لما قال لك انت قول ليش قاللي انه صح عدم هنا صح طيب صح والله هذا مقصدك يعني هو يقول لي يقول لي لا غلط عدل صح والله يا علي أنا جيت متنرفز وراح فالي إنه هو المستطيل الرجال قال عدل ومن تحت يضرع صح يا شهر عايش تغيب عليك شكل مكعب أو نسيت أو 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 ما فهمت الفكرة بعمومها بس مو معنات إن كلام يجير الكلام على مرجان ولا مرجان أخطأ إنه ما شرح لك أنا أنا بقول لك يا غازي إذا شرح لك المكعب دقيقة لو شرح لك المكعب لو بكلمة واحدة ورحت اللعبة غازي أنا بقول لك شيء غازي حنا متفقين إن مرجان عنده جزء من الخطأ متفقين اتفاق تام الموجودين كلنا بس اتفاق إنه مرجان عنده جزء من الخطأ لا يعني إنه درجتك ترجع لك لأنه مرجان طلب منك مكعب وإنت سمعت كلمة مكعب في البداية واشتغلت لما اشتغلت صنعت مستطيل في نصف المستطيل جاءك مرجان قال لك المستطيل من تحت خطأ عدله فرح تعدلت المستطيل صح كذا فبالتالي تطلب أن تكون لك درجة من صنعه مكعبا كذا خطأ هذا رأينا بلاش ما رأيت المستطيل ما قال كل خطأ طيب ممتاز هذه وجهت لك واضحة عبدالله بختم معك وما نتصل مرجان لا تروح يا غازي ما نتصل مرجان سمني أبو شوق سم صبحك الله أبو الخير حياك الله أنا أسمع الفشل المطمخ وفشل أبو علي ولا شفته إلا اليوم أبو علي ما هو اللي قيمنا إذا أنت ما تدري اللي قيمنا الشيف حلق الحلويات لا أدري ومتابعين كل شيء طيب بيض الله وجهك أنا شلون تخلي الشيف حلوياتي قيمني وأنت مسؤول عن فقرة وعطانا حن الدرجة بعد والشيف قايل له ترى الفرن خربان وقال الفوز زفري لا الشيف انت سألت قلت للفرن خربان ما رد بس الشيف جاء الشيف قال اللحمة هذه كويسة لا أصبر 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 قال اللحمة هذه كويسة والدجاجة هادينية ورزكم انتوا يا جليغم غازي أفضل من رزه لك صح؟ طيب طيب فهذا كلام الشيف التأليه بس في النهاية مسؤول عن التقييم أني قيم وكتب الأوراك أبو علي أبو علي فاشل يعني أداء فاشل أداء 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 ومشخصا تبنى أبناء أنتي تقول ترضى أبدالت جلغم معين تسأيعي resonated with Salah أنا أأنتي أس Shen популяр أنا العدلويّة وراضي منصور أستاذ منصور هذا مهما يقلق من التقليل لمرجان أو غيره سام أقول أنك تقللت من قدرة هو أنك تعملت من لعب مع مرجان لماذا؟ أصبر وأنك تعملت من لعب مع مرجان والانسداح على السلير عن لعبتك الأساسية في مدة 10 دقائق مرجان السجان سجان سجان التوقيف نجم برنامج نصدق خمسة وستة وسبعة حياك الله يا مرجان مرجان مرحبا ومسهلا يا أنا والله مرجان احنا انت تابعت الحلقة وانت اللي كنت شغال اليوم مع المتسابقين في السجن في التوقيف وانت مو جديد على الفقرة هذي من خمسة وستة وسبعة انت معنا اول مرة مرجان تحدث عندك مشكلة زي كده كبيرة ايش سبب المشكلة انت بعد يا مرجان ما تصورت فكرة المكعب لا والله اواجي اقول الصباح الخير حياك الله حياك الله مرجان وعلى سابس اللي عندك حياك الله يا مرحب اواجي انا احفرم اخويا راتي حديد جلبي وقوعي وماما كان الكلام اللي دام طيب مرجان 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 حبيبي والله اعرف ان الاحترام هو دستور هالقرية نبغى نتجاوز هالمقدمات وندخل في صلب الموضوع انت يا مرجان غاب عنك فكرة المكعب بعد ليش قلت الغازي عند المستطيل لا لا انا عندي اشوف انا عندي اوضح بسيط انا احب اوضح بسيط انا الله الحمد لله انا لحظة السروات وعارف ش اللي قاعدة تشوي اللهم لك الحمد جميل انا اليوم اه اليوم اه الحمد لله انا عارف موضوع المكعبات وقبلك تواها مقرن وتواها بحور وتواها جابر بس انا اليوم يعني يعني المزل الميجولون اه اللي ربيت حصل فيه مشكلة بسيطة فانا انا دائما انا اه اه ابيبي نايس ناخذ الاساسيات اللعب وانا حطيته اطوي لمكعب بل كأنه سوي لمكعب يعني مه مفهومة خلص يعني ما اهد مهال اني عش رائل واعلمه جميل طيب سؤال يا مرجال ليش لما سوه المستطيل قلت له عد المستطيل من تحت لا انا بس اني اعلمه يعني هذا غلط يعني اني قاعد سويه غلط يعني انا قاعد نمه يعني ما ابو اقول انه ترى كله يعني هذا الخطأ هذا ما هو تلميح يا هذا تصريح ذا وش اصرح من كذا بعد وش اذا هذا تلميح وش صراحاتك طيب لا يعني انا بقول له عدل ما هذا شيء طيب مرجال تسمح لي بسمع مداخلة غازي عاد نسوات غازي غازي ديابي غازي ديابي غازي ديابي غازي عيد عيد يقول انا سويت المكعب مع مقرن وقبل ثلاثة والي ثالث سنوات طيب وش ما هو بحاجة الترباس ده مدري الاربيز ده عشان الخرب اليوم الخرب علي ايش داب نحن اني خرب الاربيز اسمع يا غازي 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 celebrating غازي غازي الآن بي Job Geof الخرب اليوم خرب علي هو قاللك مكعب جاء قاللك شكل اسطواني جاء قاللك شكل مخروطي جاء قاللك شكل ااربيز هو قاللك مكعب شوف الرجال يقويوا الان يقول أنا خرب عليه الاربيز خرب عليه الاربيز الاربيز أصبر يا غازي 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 خرب الاربيز طيب معلش الواحد الصوت مرجان مرجان تخليك معي مرجان غازي خرب عليه الاربيز في موضوع التوجيهات لما قالك تتوجه أو ستة أضلاع كيف يوجه كنت تقول ثلاث مرات مسوي قبل ومثال سنوات ونجم تترصيدك غازي ولا أنتم تمجدون الناس عن الفاضي طيب غازي هو سواء مع مقلن ومع غازي المطيري ومع جابر الحكماني كلهم من السباعة ماضية يسووا نفس المكعب فلن يحتاج أني سويت ثلاث مرات وما لي بحاجة الاربيز أنا يسو المكعب اللي يفعل يا أخي الاربيز عشان موضوع ثاني عشان موضوع عشان موضوع الشيء ليش يتعذر بالاربيز عشان موضوع الوقت عشان موضوع المعلومات هو لا تتعذر بالاربيز اهدى شوية غازي فلنفرض أنه ما فيه اربيز في الموضوع طيب أنت ما قالك صلح مكعب ايوه أصبر يا غازي 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 مكعب وين المكعب يا غازي طيب يترش ما تحاجه أنا حجيته غازي ضاعت عليها الفكرة في موضوع التوجيهات في نصف المسابقة لكن المسابقة واضح يا غازي ديابي اصنع مكعبا أبو شوق ما قالك كده هو الان قلت ليش ما وضحت لهم الفكر ما بدري قال التربيز خربان يا مرجان يعني لو الاربيز صالح بيقول لك مكعب لا حسنا شوير المكعب وقال قال اوكي قال اوكي ما بي مشكلة لس عندك زاوية قال عندك مشكلة في الزاوية قال خلص الوقت عبدالله 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 هو مشكلتها معاك ان قالك زاوية ما قلك وجه عطني عطني مرجان مرجان اخسم يا مرجان وهو يا عبدالقوقي انا اعطيت الفكرة سولي مكعب وما عد عندي شي قاني اقول لسولي سولي طيب مرجان مرجان في سواد لك مرجان اخامدي صبحك الله خير حبيبي تم الله تعهق العافية وما ننكر جهودك يتبدل في التوقيف بس سؤال يبقى بعض المتسابقين حبيبي الله يصبحك بخير مرجان حبيبي في بعض المتسابقين تعطي المسابقة مرتين وتعيد التايم مرتين الله يبقى يضوجك الله يبقى يضوجك لانكم تقول الحك يا غازي غازي يصبر يا غازي يا غازي يصبر يا غازي بعض المتسابقين تضع التايم لهم والمسابقة مرتين تعيد لي إذا وضحت للفكرة طيب غازي خلي رجالي كامل ليش المرة هذه مرة واحدة ممكن تنرفز غازي ومن نرفزت غازت تنرفز زنت وحسيت أنه لازم مسجد الوقف مرجان مرجان هل صحيح أنك عدت مرجان هل صحيح أنك عدت المتسابقين التايم من جديد لا 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 ورب الكامل نضع له يا غازي غازي خلي الرجال يجاوب بعدين جاوب أنت يا غازي يا مرجان هل سبق؟ تايم بادي شغال وإن شاء الله يكرر لي 20 مرة باللعطة أنا الثاني أعدل بألوان تايمر طيب طيب لو أنت هالتايمر هل تعيد؟ مرجان لو أنت هالتايم هل تعيد؟ لا طيب هل سبق بربيدة دقيق حنوبح مرجان مرجان في 83 يوم الماضية هل سبق أعدت المتسابق بعد انتهاء الوقت؟ لا أبدا؟ أصبر يا غازي يا حبيبه هو يصبر ها مرجان سبق ولا ما سبقش؟ لا لا طيب غازي من المتسابق اللي عاد له مرجان بعد التايم ما أذكر بس أعاد المتسابقين أنا ما أذكر أماني مجين علي الوحي أذكر كل حاجة طيب غازي طيب غازي توقت تقول أنا علي قاعد يقول لحق وش الحق اللي تعرفة انت؟ أقول توقت تقول كويس أنا علي قاعد يقول لحق وش الحق اللي عندك وش هو؟ اللي هو أن يعيد المتسابقين يا مرجان يقول إذا تاهم خلص عندك وقت إذا خلص الوقت هذا انتهينا لو تبقى تعيد داخل الوقت ما في مشكلة هذا كلام مرجان طيب طيب غازي غازي أختم الموضوع الكرة في ملعبك يا غازي السؤال لك من من المتسابقين أو في أي يوم عيدة المسابقة بعد انتهاء التايمر بعد انتهاء التوقيت الجمهور الأمن شان يقول الشخص اللي يعاد له التايمر سوء ماضي ابن عمرة يقول ابن عمرة يعيد له التايمر سوء ماضي طيب نبغان نتأكد نبغان نتأكد الاعداد يقول التايمر ما انعاد انعادت اللعبة في ذات الوقت داخل عشر دقائق ما خلص ما خفصت عشر دقائق وصف طرح حالة تم يعتمد على الجمهور واش بقلنا الجمهور وين يالله طيب غازي عندك تعليق أخير قد انتو دفتر تجيب غازي 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 انت منفعل تتكلم لا 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 اتكلم مع علي غازي غازي طيب بختم معكم مرجان انا امتعي لعل الحق وشي الصح اتكلم على احد ابدا مو بعاتي ولا الشي اللي تربيتها خيخ ضميري مريحة يا عاغاز بس انت منفعل اليوم ومراه اذا لو بتكلم بها بتكلم بها انا اتكلم مع علي طيب طيب اسمحوا لي مرجان لو لو ثبت انك اعدت التايم لأحد المتسابقين في فترة الماضية يتحمل مسؤولين هل يا هل يا مرجان ترجع هل يا هل خليك امر سؤالي هل ترجع درجات يا حبيبي لو ثبت ان مرجان اعاد المسابقة بعد انتهاء الوقت يعني اعاد بعد انتهاء الوقت قال لي عيد ابعطيك فرصة ثانية هل بترجع درجات غازي وجليغم ولا لا اي نعم طيب شكرا لك يا مرجان طيب لحظة لا لا اشرك مرجان سم سم مرجان معانا مرجان ولا راح مرجان انا بيني وبينك شيء وانا اخوك انا ما بين الله محب والله انا لما لعب انا وياك الكوكعة هذي فيها شيء ولا ما فيها شيء لا والله ماضيح يا بذلنا اليوم بيض الله وجب رحم الله والديك منصور القرني اي الرجال تسمعه بالسانة انا هرها تحمل بيني وبيني لا تدخل بيني لا تبي تقلل من قرني وتبي تحسيني شيء سمعتك اسمعني يا عبدالله سمعتك اسمعني عبدالله سمع ما تاخذ الكلام في غير سياقة انا بقول لك ثلاث اشياء سويتها اليوم انت الوقت اللي كان في مشكلة مع مرجان مصور مرجان شكرا لك على اتصالك شكرا لك يا عبدالله شكرا لك مرجان مصور عبدالله عبدالله خل نقاشنا في سياقة ما تلف يمينه لا لا ما عني بلب اسمعني اسمعني سمعتك الوقت اللي كان مفروض يبذل على المكعب ايوه مبروض انا ما اصدق اثنين انت تعرف المكعب وسويته بعد من تها الوقت ثلاثة انت تقولي اليوم يا عبدالله انا ما همتني فزت ولا خسرت وفي نهايته بعد مرجان تقول دواجعي عشان الرصيد ايوه انا همتني الخوز والخسارة عبدالله غازي الثيابي يقول ما يعرف المكعب في مكعب حاذي الثيابي يقول ما يعرف المكعب انت عرف المكعب ليك بصير تك لا تحاول تلنفق جي ياخي جاوب لي ياخي زاوله عبدالله غالصح جاوب على سؤالي عبدالله صلويت المكعب قال أنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله أبني عبد الله عبدالله 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 انت عاقل وحكيم القرية يسمونك. الله يرضى عليه. ما احد فيها. اصمر يا عبدالله. الوقت عشر دقائق. استهلكت العشر دقائق. تلعب مع مرجان ثم انسدحت على السرير قلت انا تعبان. صح. اجزان. لان الرجال يشتغل. طيب اصبر. يا عبدالله الرجال هذا مو فريق واحد انتويا. اللي فريق واحد. طيب. يوم شفته يشتغل خطأ. صانع مستطير. لا لا. ليش ما دخلت. اول مرة على العبدال العبدالية بشوك انا ويا. يا سل مرجان صح قالي ص أصبر. انا لما جاي لماقول لك انتو سيلي يقول جيب لي كوب موية. اتش او ما قلت لي اتش او تو عشان كذا ما الموية حقتك ما تطلع صح هي موية اتش او تو اتش او ثري موية اسمها طيب طيب اعرف مركبها ما عرف مركبها هي موية لما قلتك جيبني شاية تقول لي اه موية حارة وليبتون طيب او سوى او سوى او سوى موية حارة هي شاية مكعب 13 ظلع 13 ظلع 37 ظلع هو مكعب اصبر يا عبدالله 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 تعيد التايمر لكم حق الدرجة واضح واضح النقطة دي نتجاوزها النقطة الثانية بجيك غازي النقطة الثانية النقطة الثانية عبدالله انت اليوم اهملت في المسابقة وبعد انتهاء الوقت اكبر هذي النقطة الثانية الكد tám beerg здесь ten to the ρχers too الطيب انتهاء ليه ختم يقول مهمن وانمهم طيب اذا رأيت خلص انا ارى ارى من متابعة اليومDE tu انا من متابعة اليوم انك اليوم كنت مهمل في المسابقة وتركت غاي y ولما انتهى الوقت رحت تتحسها بتقول حس بي الله واعرف انك يا مرجان تبغى الخير لكن اللي في الاربيز دولا ما يبغوني اللي في الاربيز دولا ما يبغوني صحيح اني مهمل وصحيح اني أبي نصير طيب هل تحال غازي يختم يا غازي وصحيح اني أدري ان اللي في الاربيز يقول له صح خطأ لا خطأ خلهم يسونها بشكل ذلك غازي غازي يختم أبو شوق ها أنا خطيته قال لي مكعب وحطيت مستطيل بس ترى الرجال اللي هو النجم اللي يعرف فقرته قال لي مكعب ستة أظلع أنا أول مرة في حياتة أشوف مكعب ستة أظلع فلا تلوموني إذا خطيت وحطيت أنا مستطيل عقب قال ستة أولا شكرا 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 أبو شاد أقول حاجة واحدة سام حاتم يقول لي أنت تنرفز تنرفز أنا والله ما تنرفز إلا على الحق ولا علي الحرام ما قد خطيت على شخص ولا تنرفزت عليه بلا سبب طيب شكرا وإذا خطيت أجع يا عبد الله أبغاكم تبقون في كفش الروم اسمحوا لي خلوكم في كفش الروم برجع لكم بعد شوي يعطيكم العافية أبأخذ تعليقك حاتم وبأخذ طبعا بلا شك أنه دخول الشسمة كان الدخول لهم مرة منفعلين الشباب غازي الدياب يقول أني أنا ما أمفعل إلا على حق أكيد أنه كل واحد يظن نفسه على حق اليوم فيها رفعت صوت أصلا حتى مرجان يقول دائما ينفعل عليه غازي الديابي من يوم دخل حتى لو كنت على حق ما يسمح لك هذا أنك تنرفز وترفع صوتك وتتكلم يعني غير مقبول طيب أنا ما أتكلم عن الخطأ أتكلم عن الأسلوب أنه فيه رفع الضغط حتى عبد الله بن جليغم اللي ما خبرنا منه أنه يزعل ولا حكيم الكاريه اليوم فقد حكيته طيب اليوم أيضا صارت مشكلة أخرى أيضا في المطبخ خلونا نشوف هالمقطع ونأخذ التصال من الشيخ أبو علي الفرن عندك والفرن صوته عالي جدا صوته الآخر شي أحط يدي مو بحار وش يسوي لك يا رجل إذا أنا جنبي بحار أقسم بلاني حاطني ديني مرتين هنا وإنه مو بحار وش يسوي له لا تقول لي أبو علي متفكت دجاجة عين شوفوها يا جمهور نعم فرنك خائص لازم قيم فرنك تعبار لحظة دقيقة دقيقة لحظة لولا دقيقة لحظة ناجم لو أنا قيمت كذا وزي ما هي حمراء من فوق يصوروا يقول هي حمراء بس أنا مريهم من داخل عشان هم يصوروا ويقولوا هي داخل طيبة أو ما هي طيبة طيبة أنا وريكم في رنك تعبار صلى ألنبي صلى ألنبي صلى ألنبي حط يدي آخر دركة حط يدي محترقة شو سوينا خلاص خلاص أنت أنت شو بدون أنت هادف كل الدجاج بالنسبة للدجاجة أنا شفتها كيف هم تعملها هلأ هي من مستوية يعني أنا ظالم أنا ظالم أنا ظالم أنا ظالم أنا ظالم أنا ظالم عندك شي طال عملك عندك كلام اليوم راجعوا ما أنا راجع كلام اليوم ولاني بحاجة أحد أصلا راجع أحد طيب أبو علي جاهز مني بتصل حياك الله أبو علي الشيف عبدالله القرني شيف المطبخ حياك الله عبدالله الشهري أبو علي حياك الله حياك الله يا هاني أبو علي أنا عرفك إنسان تحب الاختصار وتحب الزبدة اللي شابعناه لا تعيد لي عطني ما خلف الكواليس وعطني زبدة الكلام خطر الله أقول عطني إيش اللي صار اليوم وإن المشكلة بالضبط والله ما فيك مشكلة غادي وعبدالله جليغ وما شفته اليوم في المطبخ خسره معنا مهم مختلعي يقول إن الفرن عطلان ومستحيل الفرن عطلان الفرن يكمل معنا كم 3 شهور طيب هو أبو علي كون أكمل 3 شهور هذا لا يعني إنه مو خربان يعني عادي 15 شهور ممكن يخرب يطلع عليه الخراب لكن السؤال هل الفرن خربان ولا لا لا طيب السؤال الثاني متى حطوا الدجاجة في الفرن الدجاجة في الفرن حطوه قبل صار قليل بربع ساعة وعشر دقيقة قبل الصناعة يعني المدة كم يعني هذي مدة غير كافية جدا غير كافية طيب السؤال الثاني سؤال الثاني باعلي السلقوا الدجاجة قبل لا وسلقوها حطوها زي ما هي كده زي ما هي نية طيب وبالتالي لو حطوا وقت أكبر ما رح تنضج صح حتى لو كان ساعة ونصف حتى تحتري من فوق كان يفترض أنها تسلق أول شيء ثم بعدين تدخل نعم هو شيء تسلق أقل نص ساعة وتدخل الفرن لما تدخل الفرن كما بتقيت الفرن وانا تعده 25 دقيقة 20 دقيقة كنت جاهزة طيب هذا بالنسبة للفريق هازي وفريق عبدالعجليغ والفريق الثاني طلاق ماذا شيء؟ ايه كان عندهم لحم كان عندهم لحم وسلقوا اللحم بس اللحم كان قاسي أيوا مهوني اللحم قاسي اللحم قاسي هم سلقوا اللحم ضغير من نصف ساعة أيه سلقوه في المرق طبقوه في قدر ضغط وطلعوه حطوه بالفرن جميل جميل هو ذلك كان قاسي ما هو موت طيب وبالنسبة للرز هل فعلا رز طلال وفريق طلال أفضل من رز فريق غازي أو العكس كيف يعني؟ يعني الشيف الثاني اللي كان معاك قال الرز حق غازي وجلاغم أفضل من رز الآخر صحيح مدلاء؟ نعم قالها طيب أنت كيف قيمت وش البرود اللي خصمت عليهم فيها؟ البنود إيش؟ أنت ليش عادتهم بدرجة أقل من الدرجة ليش عادتهم مركز ثاني؟ نعم نعم إيه ليش ليش؟ ما هي البنود التي أخفقوا فيها؟ غير موضوع الدجاجة إذا كان الدجاجة واللحمة فيها نفس المشكلة ما هو الإخفاق عندها الفريق؟ الدجاج ما هي نفس المشكلة ممتاز ما هي مشكلة الدجاج ما هي نفس المشكلة مشكلة الدجاج ما هي نفس المشكلة الدجاجة؟ صحيح هذه المشكلة الأولى؟ خصمت عليها؟ غيرها؟ في الملح البهارات زائدة طيب ليش ما شرحت النقاش هذا في وقت الحلقة ليش ما قلت لهم عندكم مشكلة في البهارات؟ عندكم مشكلة في الملح؟ ما أعطونا فرصة غازي الديابي كان بيأخذ على ظهر يصيح وما يصيح وما يقول خلاص ما أطبط أرواحي من قبل التحاور معهم طيب غازي الديابي يقول أنت تبحث عن الشو والإثارة في كلام اليوم؟ صحيح أم لا؟ أنا؟ أيوة لو أدور على الشوكة كل يوم أجدك هاني في قناة بداية وأتخاف طمعك على أهوة؟ طيب أو يقول فاشل طيب ابتالج ريغيم يقول أداءك في المطبخ أداء فاشل سم؟ يقول أداءك سيئة في المطبخ أداءي أنا؟ أيوة أنا مال متساله هو اللي أداءه أنا ما هو هو يقول أداءك كشيف كشيف وكمقيم ما كان أداء موفق شرايك؟ والله هذا وجهة نظر هو أنت؟ شو أنت نظرك؟ أنا وجهة نظري أنا أعلى من كده أبو علي شرايك؟ أبو علي صباح الخير سهلا الله عطيك العافية أه اليوم كان مشاركة تقييم الشيف الثاني نعم الشيف الثاني كان مشاركة تقييم أبو علي لا سألت السؤال شارك في الرأي بس شارك في الرأي بس فقط لغير صح؟ سألت السؤال نعم شو قلت؟ شارك في الرأي سأله أبو علي سؤال طيب أبو علي الآن غازي الذيابي عنده مشكلة هو عبدالله في الدجاج والفريق الثاني عنده مشكلة في الرز صح أم لا؟ البارات ماكس عنده ذلك وهذا ما هو موزب أنا ودايكي أبعطوهي فضل تكلم يا علي أيوة؟ يعني هذا يخاصم هذا يصيح مننا وأنت طلبت المرة اللي فات وأنا سكتنا عنك وطلعوا كلام وفرنك مو كويس ما أعطوه أحد إن شاء الله مثل اللي فيه ما أعطوك مجال تشرح يعني أعطوك مجال لاحية طيب واضح واضح طيب واضح المتسابقين موجدين معنا غازي ووجليغم إي موجود طيب عندكم سؤال لأبو علي يا أبو علي عندك سؤال تكلمي يا أنا أخطاية في الدجاج وهم طيب يخطوا فرز كيف يتقييمنا؟ هم عند الخطو عندهم خطا كيف قيمنا؟ لا يقول بغارة كيف خلى ذا أفضل من ذا؟ يعني عند الطوخة كله على الدجاجة؟ طيب لحظة لحظة إيه أنت ما أعطيتني بص لأني أشرح لك في عندك بغارات زايدة في عندك سطوبة زايدة لا لا أبو أصبروا 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 يا عبدالله عبدالله سألتوا سؤال دعووا يجاوم طيب إيه خلاص أبو علي كان يقول عندهم بهارات زايدة؟ بهارات زايدة مرة أصبر زايدة عنده وش الثانية بعد البهارات؟ سم؟ وش الثانية بهارات وإيش؟ ملح ملح زايد حسبي الله وإنك حسبي الله وإنك أنا لازي غازي 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 إحنا في مسابقة إيش حسبي الله؟ سؤال واضح وصريح أبو شغل قدامنا بكنا 300 ألف المركز الأول يا غازي غازي عندك سؤال إسألة عندك سؤال إسألة شارعت قلت لك قلت لك قلت لك والله ما تطلع من المخراج والله سم يا عاني إذا أنه هو إطمع 300 ألف برضه مطالف وعيبه 300 ألف دي متلعبه ما سمعتك باليافر إذا أنه إطمع 300 ألف برضه دي هو مطالف إطمع 300 ألف أنا ما دم متسابقين أخوياي على العين والرأس لا تأويل كلام من رأس إذا أنك تطلع إذا أنك تطلع على برضه إذا أنك تطلع برضه أبو علي قويره ما الله يقويره طيب طيب أبو علي أبو علي الشباب يقولون أنه بغاك تركز في التقييم المرات القادمة لأنه إحنا في محق خطير أبو علي أنت متصورها الأمانة أو أنت متصورها؟ أعيد حليك يا هاي أنا متصورك أم متصورها أي سؤال سؤالي أبو علي ما فيها يعيب ولا شيء هذا معنى كلامه نعم أنا متصورها أنا ما خلاك يتعلمني بالبهارات والملح وشهو إذا هي من بنود التقييم الرئيسية ولا بيقول عبدالله من جلاغم يوم جلس خمسة وقت يعني يقع عندك في المطبخ جلاغم سم جيبتلكم اليوم بابغتين لا أنا أنا تعالى أكملك بالبهارات اللي اطلعتها خليكم 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 عبدالله أنا أكمل سم سمبعي في بابغتين في عندكم مندي وفي سليك كنت على بامندي رجل عمسي رجل عمسي طيب طيب أبو علي عبدالله سألك سؤال واضح يا أبو علي قال لك ليش ما علمتنا أن عندنا خلل في الملح والبهارات بعد التقييم وهي من البنود الرسمية لا طالع فرصة أنا طيب سؤال هل هل الملح والبهارات من البنود الرئيسية نعم كم الملود الرئيسية أرجع البنود ممتاز أعلم عبدالله يقول ما عمده لا أرجع البنود أرجع البنود يعني طيب طيب واضح واضح أبو شاق أبو شاق أبو شاق أبو شاق والله أن العيان أكلين نصحنا كله والصحن ثاني باقي ما أحد أكله والشيف الثاني قال شيء أرجع البنود الرئيسية بس اللي تقول الدرب سيدة وبيليف ويدون روالي لك بس غازي أنت قلت الجابر لا تأكل طلال بنفسي قال الكلام غازي أنت قلت الجابر لا تأكل اندجاجة طرحنية أنا قلت أنا قلت شكرا لكم غازي 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 يعدل الله شكرا لكم أتمنى عبدالله أبو أبو علي أبو علي أبو علي هل يعقل أن كل هالمشاكل سببها المتسابقين تشاهدي كل شيء هاني تشاهدي كل شيء أبو علي أنت يمغير طبخة لأحد الفريقين لما احتج أحد الفريقين ونبغى الطبخة الفلانية سهلة قلت خلاص صلت مخثنتين يعني الموضوع زي نقول بعضي ليش يا أبو علي سهالة تعادي أقدر غير الطبخة قبل الطبخة بدقنتين ليش يا أبو علي أعطوني أعطوني واحد لا حاجة أتكلم سألك علي سؤال أنا سألك ليش يا أبو علي منت ملتزم ببنود المطبخة الرئيسية قرعة قرعة كل يوم ليس بيوم قلتوا كلكم منبي مندي اخذوا مندي كلكم منبغى مضبي قلت خدوا مضبي ليش يا أبو علي مرة تقول اليوم اليوم ما في وصفة اليوم ما في اتصال ليش يا أبو علي منت منضبط بطريقة اخرى لحظة انتهى أنا يتيت اليوم شباب قال على ابوها هذا ابوها مندي أنا عذابها مندي عندي أبو خطيين ما هي مشكلة المندي متطفر كل شيء تطفر طيق نشب بسويت قرعة أبو علي أبو علي يعني أنت تقول أنا سوي قرعة إلا إذا اتفق المتسابقين على على نظام واحد على طبق أكل وعدة كذا نظام لسويت قرعة فتحت الكرة مجال عليها أعني أنت ما عندك أدوات إلا أدوات المندي لأنه جاهزا ألو أهه طيب يعني يا أبو علي سؤال واضح أنت اليوم اليوم القرعة كان فيها هات القرعة عش كان فيها مندي وسليك نعم ليش نعم ليش ليش يقول أنا ما هو السحي طيب أبو علي أي واحد ما يبقى تمشي معاه طيب وين دورك كشيف طيب لحظة يا هاني لحظة هاني أنا على الحال أبو علي أشوفه إيش اللي أعرف يطبخ أنا أبو علي أبو علي أبو علي السؤال لك يا أبو علي هل أنت نظامك أنك تشوف المتسابق وش يعرف يطبخ وتعطي طبخته أبو علي فرح المتسابق سويت قرعة سويت قرعة سويت قرعة بعدين يوم قالوا كلهم مندي قلت والله يا شباب تفقوا مدريش ليش ما سويت قرعة ذاني يا طيب سويت قرعة ذاني أبكيت على نفسي مجال ذاني لا يا أبو علي أنت سويت قرعة واحدة خلاص ليش يعني ما تداعي لتغيير القرعة قرعة واحدة واحد سليق واحد مندي خلاص انتهينا ليش تناقش الموضوع أبو شوق هذا سوال هذه نقطة النقطة الثانية النقطة الثانية يا أبو علي أنت كل يوم تحط نظام جديد مرة تحط وصفات مرة بدون وصفات مرة بدون اتصال مرة بدون اتصال أبو علي حنا في المحك الأخير أنت مستشعر يا أبو علي معاه أن الموضوع مؤثر يعني غازي اليوم لو أخذ نقاط المطبخ رح يكون رئيس القرية حبيبي سم إذا غلطة عليهم أني أنا خليتهم تبخون هذه الغلطة أنا أتحمل هذه الغلطة في أنا أتحمل أبو علي الغلطة مو أنك خليتهم يتحملوا سواء الغلطة أنك خلفت نظامك امشي على نظام واحد يا أبو علي مع الجميع ما أحد يقولك لغلطة خلص أبشر على هذه الغلطة هذه الغلطة أنا أتحملها أنا بس أنني لسعني من غازي أنه رفع صوته ويقول أنه الفرن خايف وتمديع والتبال طيب أبو علي آخر سؤال تعتقد أن هذه هي آخر مشكلة في المطبخ؟ من هو؟ هذه المشكلة هي آخر مشكلة في المطبخ؟ أنا ما عندي مشاكل يا هاني كل هذا يا أبو علي ويفي مشاكل؟ ما عندي أنا اسمي أبو علي الله عزيز ما عندي مشاكل الله يا اليوم شيء يفت عطبتي مع أبو علي أي أبو علي أبو علي أنت تعرف أن الناجح محارب أنتها وقت يا جمال الآلا والله منصور أي منحي أبو علي أبو علي أبو علي منصور matching wide أبو علي يا الله حي على أنصى منصور يقفوش أبو علي الله المستحام خلاص يعني مفروض يعني منصور أبو علي مر ما يتكون ليوم فلما اجتدت ساعده أبو علي انتهى وقت يا أبو علي أبو علي أتمنى من كل قلبي بعد نداءات عظيمة فيني كلام اليوم بين الشد والجذب والرخاء واللين والتعصيب والغضب أننا يكون المطبخ هادي في يوم الأيام ويخرج بدون مشاكل نتمنى نشوف هذا الشيء شكرا لأبو علي الشباب وصلوا عندي هلا دقيق عني هلا سم علي غامدي سم هلا علي غامدي هلا كيف حالك الله يطغل أحمد ربك إيش أخبارك الله يبايا أبو علي انتهى وقت الله العمدي يتمنى أقابلك زي ما أقابل أبوهي حبيبي يا بعد رأسي والله العظيم قصرا بالله يا أبو علي أبو علي مقابل المغلب أبو علي أبو علي علي الغامدي معاك في سناب وعندك في الواتساب وتعرف رقم جواله وانتو ظهر في استراحة وحدها فممكن تتفاهمهم مع بعض إلي أنا بس شكرا للغامدي شكرا منصور قري كلمة كلمة حاتم أنا أقول إذا أخطى الأستاذ وجب على التلميذ أن ينبهه فقط طيب يعطيكم العافية الوقت انتهى معي معكم الريالي تنبهون ولا عندكم في ضروري جدا في ضروري تنوية بسيط تنوية بسيط اللي هو أني اليوم أنا وبلال وسعيد بنطلع بعد البث لغرض ما غدا بعد تنسيق مع الإدارة والجهات المعنية وبعد مراعاه بعد آلية الخروج والعودة للبرنامج والتفاصيل الباقي بمبينها في حساباتنا شكرا 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 عدي الغامدي ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من كلام اليوم شكرا 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 يالا يالا